موسيقى 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 في دراسة التشوهات التكتونية المميزة لمناطق التقارب فلنتعرف على النوع الأول إذن النوع الأول يسمى بالطيات نعرف الطيات إذن فالطيات عبارة عن تشوهات تكتونية متواصلة لماذا متواصلة؟ لأنه لا يحدث كسر على مستوى الطبقة إذن يترتب عن هذا التشوه تقصير في الطبقات الصخرية وغالبا ما يحدث هذا التشوه في الطبقات الصخرية اللذنة والمرينة وتظهر الطيات إما بتقوس موجه نحو الأعلى فنقول أنها محدبة أو بتقوس موجه نحو الأسفل فنقول أنها مقعرة تتكون كل من الطيات المقعرة والمحدبة على نفس العناصر نتعرف على هذه العناصر العنصر الأول يسمى بمحور الطيات ومحور الطيات هو خط وهمي يمر من أواصل جميع الطبقات المطوية العنصر الثاني يسمى بمفصلة الطيات وهو خط يجمع مجموع النقط العلوية للطيات المحدبة إذن في الرسم التالي هناك مفصلة الطيات المحدبة وأيضا مفصلة الطيات المقعرة ومفصلة الطيات المقعرة إذن هو خط أو هو الخط الذي يجمع مجموع النقط السفلية بالنسبة للطيات المقعرة وعلى مستواه حدث الانتناء وتغيير في الاتجاه إذن يتغير الاتجاه من نزول إلى صعود العنصر الثالث هو ما يسمى بجانب الطيات وهو المساحة المحصورة ما بين مفصلة الطيات المحدبة ومفصلة الطيات المقعرة الموالية لها والعنصر الرابع والأخير هو ما يسمى بالمساحة المحورية للطيات وهي المساحة الوهمية التي توجد بين المحور الأمامي والمحور الخلفي للطيات بعد تعرفنا على عناصر الطيات ننتقل إلى التعرف على أنواع الطيات تم تقسيم الطيات إلى مجموعة من الأنواع حسب قيمة الزاوية ألفا التي يحدثها محور الطيّة مع المستوى الأفقي نبدأ بالنوع الأول المسمى بالطيّة القائمة أو الطيّة المستقيمة في هذه الحالة تكون الزاوية ألفا قائمة لذلك سمي هذا النوع بالطيّة القائمة أي أن قيمة الزاوية يتسعين درجة النوع الثاني يسمى بالطيّة المنحرفة تكون قيمة الزاوية ألفا في هذه الحالة محصورة بين 90 درجة و 45 درجة النوع التالي للطيات وهو الطيات المائلة في هذه الحالة تكون قيمة زاوية ألفا محصورة بين 30 و 45 درجة وعندما تكون قيمة زاوية ألفا أقل من ذلك يعني أقل من 30 درجة نتحدث عن الطيات المسمات بالطيات الراقلة لماذا راقلة؟ لأن المستوى المحوري للطيات شبه أفقي نمر الآن للنوع الثاني من التشوهات التكتونية وهو ما يسمى بالفوالق نبدأ بتعريف الفالق الفالق عبارة عن كسر للطبقات الصخرية إذن عبارة عن تشوه تكتوني غير متوسط هذا الكسر يكون متبعا بتحرك النسبي بين الكثلتين الناتجتين عن الكسر والفالق بضوره مكون من مجموعة من العناصر أول عنصر هو الكثلتين الناتجتين عن الكسر فنسميهما نسمي هاتين الكتلتين بالكتلة المرفوعة والكتلة المغفوضة العنصر الثاني هو ما يسمى بمرآة الفالق ومرآة الفالق هي المساحة التي يحدد فيها الانزلاق وتحرك الكتلتين المغفوضة والمرفوعة وسميت بمرآة الفالق لأنها تشير للمحتوى الصخرية للطبقة المنكسرة العنصر الثالث هو ما يسمى بطرح الفالق وطرح الفالق هو نوعان طرح أفقي وطرح عمودي والطرح الأفقي عبارة عن الإزاحة أو المسافة التي تباعدت فيها الكتلة المغفوضة عن الكتلة المرفوعة أفقيا والطرح العمودي هو المسافة التي تباعدت فيها الكتلة المرفوعة عن الكتلة المغفوضة عموديا الآن نمر ونتعرف على أنواع الفوالق النوع الأول للفوالق يسمى بالفوالق العمودي في هذه الحالة يحدث كسرة للطبق الصخرية مصحوب بإزاحة أو حركة عمودي للكتل الصخرية والنوع الثاني للفوالق يسمى بالفوالق العادي حيث تكون هناك إزاحة عمودي مصحوبة بتباعد أفقي بين الكتلتين الصخرية النوع الثالث للفوالق يسمى بالفوالق المعكوس في هذه الحالة يحدث إزاحة عمودي مع تقارب أو تداخل بين الكتلتين الصخريتين مع تقصير في حجمهم الأمر الآن للنوع الثالث للتشوهات التكتونية وهو ما يسمى بالانقلاعات هذا التشوه هو شكل من أشكال الفوالق إذن الانقلاع عبارة عن نوع من الفوالق حيث يحدث في هذه الحالة يحدث كسر للطبق الصخرية مصحوب بحركة أفقية فقط وعندما تكون حركة النسبية الأفقية للكتلتين الصخريتين في اتجاه عقالب الساعة نتحدث عن نوع الانقلاع المسمى بالانقلاع الميامن وعندما تكون حركة بين الكتلتين المشطورتين أفقية وفي اتجاه معاكس لعقالب الساعة نسمي الانقلاع بانقلاع مياسر غالبا تكون انقلاعاتها الفوالق العادية والعمودية ناتجة عن قوات المددية على عكس الفوالق المعكوسة ناتجة عن قوات انضغاطية عندما تتعرض نفس السلسل الطبقاتية لمجموعة من الفوالق فإنها تشكل مدرجات هابطة أو ما يسمى به الغفوض أو الخسف وهو ناتج عن قوات تمددية وفي الحالة المعكسة عندما تتعرض السلسلة لقوة انضغاطية تتشكل مدرجات صاعدة نسميها بالنشز هناك أنواع أخرى للتشوهات التكتونية وهي ما يسمى به الطي فالق وكذلك التراكب والسدائم إذن فنتيجة للضغوط المصلطة على الطي من أحد جانبها يتمدد الجانب المقابل لمنح الضغوط ثم يترقق فيؤدي ذلك إلى حدوط فالق أو قصر إذن نتحدث عن طي فالق وعندما يستمر زحف الجانب الأعلى فوق الجانب السفلي نتحدث عن طراكب إذن يحدث طراكب وفي حالة استمرار الضغوط التكتونية وعندما تصبح مسافة الزحف يعني عندما تصبح المسافة التي زحفت فيها الكتلة الراكبة كبيرة عندما تصبح هذه المسافة كبيرة فنتحدث عن ما يسمى بالسدائم لتشكل السديمة التي قلنا وعرفناها سابقا قلنا بأن السدائم هي عبارة عن تشكلات صخرية مغتربة أي تشكلت في مكان ما واستقرت في مكان آخر غير مكانها الأصلي لذلك نقول أنها مغتربة ترجمة نانسي قنقر